موسيقى وحضرت وعد وهي الوعد كذلك لهجن العاصفة بناموس مستحقا بسد دقائق خمسة ثانية ثمان أجزاء من الثانية تهنين الهجن العاصفة وإلى المضمر سعيد بن سالم على هذا الفوز والانتصار أما الشوط الثالث فحضر ضبيان للمرة الثانية في هذا الموسم وبانطلاقاته لسمو الشيخ راشد الحمدان براشد المكتوم بسد دقائق ساعة عشر ثانية جزئين من الثانية وبقيادة مضمرها المتمرس اتيج بن سالم بالعرط الحميري ليفوز بهذه الانطلاقة في هذا اليوم أما الشوط الرابع فحضر براغ التابع لشعار هجن العاصفة ينتزع ثالث الرابع لشواط بفوز مستحق بسد دقائق أربعة عشر ثانية بالوفاء والتمام والكمال ليهدي كذلك الفوز والناموس والانتصار هجن العاصفة والمضمر سعيد بن سالم أما مشاهدين الكرام الشوطن الخامس كانت الشاهنية لهجن العاصفة كذلك بتوقيت الزمن سد دقائق خمسة عشر ثانية وخمسة من الأجزاء من الثواني تهنين والناموس على هذا الفوز والانتصار لهجن العاصفة وإلى المضمر سعيد بن سالم أما الشوط السادس فكانت توقيت الأفضل والأجمل في هذه الانطلاقة حيث كانت تنافس قوي وشديدا وهنا فريدة تسجل هذا الانطلاق لهجن العاصفة بسد دقائق ثلاث ثواني تهنين والناموس لهجن العاصفة وإلى المضمر سعيد بن سالم مشاهدين الكرام حيث قدم عرضا مميزا مع فريدة الشوط السابع حضار الشادي هذا الاسم العملاق وهذه السلالة العملاقة هنا لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم ليفوز بهذه الانطلاقة بسد دقائق 14 ثانية خمسة أجزاء من الثانية بقيادة المضمر المتحدي سالم بن سعيد بن منانا الاجتبي تهنين والناموس الشوط الثامن يأتي الطليل لمشاهدين الكرام لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله المعلى حيث قطع المسافة في سد دقائق 17 ثانية خمسة أجزاء من الثواني تهنين المضمن ناصر بن عبد الله المدهوشي والمشاركة المدهشة أما الشوط التاسع فكانت راية هنا من ترفع راية التحدي وراية النموس وراية الإبداع لهجن العاصفة ومضمنها سعيد بن سالم حيث قطعت المسافة في سد دقائق 18 ثانية وسبعة أجزاء من الثواني لتتوالى انتصارات هجن العاصفة مع بداية هذا الموسم وأول طلوع في هذا الانطلاق قم الشوط العاشر أتت شودة أيضا لهذا الشعار سعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم مالك هجن العاصفة بسد دقائق 18 ثانية تسعة أجزاء من الثواني وإلى المضمن سعيد بن سالم تهنين والنموس الشوط الحادي عشر يأتي النشمي في انطلاقاته هذا الصباح ويسجل أيضا لهجن العاصفة هذا النموس بسد دقائق 17 ثانية وستة من الأجزاء من الثواني بقيادة المضمن سعيد بن سالم الشوط الثاني عشر يأتي النداوي هنا في هذه الانطلاق بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وقطع المسافة سد دقائق 14 ثانية وثمان من الأجزاء من الثواني تهنين كذلك إلى الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الشوط الثالث عشر حضرت أبرار لهجن العاصفة بقيادة سعيد بن سالم تسجل النقطة العاشرة في صباح هذا اليوم سد دقائق 14 ثانية وفاء وتماما وكمالا أما الشوط الختامي أيها الحبل الكريم فكانت متعبة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والمضمن المتعب الصغير سعيد بن محمد بن رشيد سد دقائق 14 ثانية جزئين من الثانية هو توقيتها الزمني لتختتم انطلاقات سباق هذا اليوم وأول أيام سبوعنا الثاني ضمن تمهيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم في ميدان المرموم نأتي للختام مشاهدي الكرام تابعوا هذه الأحداث كلها على المركز الإعلامي لنادي دبي لسباقات الهجن حيث يقدم لكم دائما مزيد من النتائج المرضية والمتابعات والمشاهدات الطيبة دبي ليسنج تتمنى لكم أوقات سعيدة وبقيادة الطاقة ما هنا في أرضية الميدان ومن قلب الحدث المرموم تيسير شناب له من أدار واخرج هذا اللقاء وكذلك بمتابعة الأخوة الأفنيين جميعا شكرا لكم على المتابعة متحدثكم محمد بوضبيب الشامس يتمنى لكم أوقات سعيدة إلى اللقاء شكرا لكم